بدون لغة خشاجة ولو حتى الشعب الجزائري ما يقبلهاش واش تمشي تصور مجموعة ديال الشباب كيغنيوا الغيوان بشي قنت في الجزائر وتقول لفن الغيواني الاصل اللي هو فن عارق في الجزائر والشباب كيغنيوا الأغاني دباطمه وديال بجميع ولا قول هادي أغنية ديال ناس الغيوان في المغرب علش ترد الغيوان ترد جزائري ااصل أنا على هاد الشي كان اهدر على هاد الشي أما منين نض نزاع على الكسكسو أنا استنكرت هاد النزاع وقلت الله يهديكم واش انتم مانس ما كتعرفوش الحضارة ديالشمال الفريقية راه المغرب والجزائر وطن واحد أمة واحدة عبر التاريخ ومن الطبيعي أنه تكون ضواهر مشتركة بينتهم ولهذا المغرب والجزائر بزوج قصومي طالبو من اليونسكو أن الكسكسو يدخلك طورة عالمي ولكن في البطاقة التقنية ديالي يكون ويتواجد بالمغرب والجزائر والتونس وكذا هنا غادي نقول لي ومعا ما شي واحد الدولة تمشي بوحدها تسجل واحد الحاجة باسميتها وهي عارفة أنه راه كاين في البلد المجاوية دي بالقضية الزليج مثلاً شنون اللي ما للناس ما أخوتنا الجزائري بالخصوص ما ربما ما فهموا شي مزيح مونيك أقول لك الزليج ديال تلمسان تلمسان أعرق ما فيها سواء الآثار ديال المسجد أو آثار معمارية أو كذا ترجع للعهد الماريني والعلماء الجزائريون في الآثار والمؤرخون الجزائريون يقول لك السلطان عبد الحق الماريني أو أبو عينان الماريني أو كذا أسسوا بنافيت المسان وهنا وصل الزليج راه الزليج في ذيك الفطرع كان في ذيك المرحلة كلها لأنه كانت دولة وحدة كانوا المارينيون في القرن الرابع عشر متواجدين في تلمسان وقبل المارينيين راه دريس الأول راه بناء أول مسجد في تلمسان اللي هو الآثار دياله وما زال إلى الآن ودريس كان يعني زعيم ديال الإمارة الأورابية لزعيم ديالها الأصلي إسحاق بن عبد الحاميد ولكن دريس كان الإمام الذين بيعوا الأورابيون فإذا التاريخ هو هكا عنيش هاد الشي كان في المغرب والأندلس بكتافة ومحد انت غادي جيت الشرق كيقلال لأن هنا العاصمة دياله واش هاد الأمر وللموضوع يستحق معركة قضاء دياله لا هي ماشي معركة هي مقدرون نقوله أنه طفح الكيل فقط زادوا فيه المغرب في الحقيقة بقى مدة طويلة كيستغرب لهذا الأشياء ولكن الآن إلا أنت مؤسسة رفعت دعوة فباش تقول كافة من هاد شي يعني الأمور اللي هي مشتركة رها مشتركة وستشجل على أنها أمور ديال شمال فريقيا أو ديال المغرب والجزائر كطورات مشترك بيناتنا الأمور اللي هي خصوصية مغربية ما خصنا شنشوفوها في الجزائر كتولي انتج جزائري واش دبا يعني بكل صدق دعمه بكل تجرد واش طبيعي أنه نفتتح يعني ألعاب رياضية بأغنية ديال فنان مغربي بدون ما نقولوها له وبدون ما نخلصوه الحقوق دياله ما نقبولهاش ولكن داروها لأنها فنان جزائري وهذاك الملحين الجزائري خصو يحشم واش ما قالش المسؤولين ديال الدولة الجزائرية راني سرقت هاد الأغنية من المغربية نعمل الحلو بدون لغة خشب